لوريال عملت مجموعة جديدة ومتكملة للتفتيح تعالوا نتعرف عليها السلام عليكم مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معاكم دكتور صيدلي عصام شومان المجموعة اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله اسمها لوريال جليكوليك برايت وهي عبارة عن أربع منتجات الغسول والسيرم وكريم النهار وكريم الليل هنركز في شرح التركيبات على تركيبة السيرم بالذات لأنه في رأيي هو المنتج الأهم في المجموعة دي وبعد كده هنعمل زي مقارنات سريعة كده ما بين تركيبة السيرم وما بين تركيبات باقي المنتجات ونعرف الفروق ما بينهم تركيبة السيرم والمجموعة كلها بتعتمد على الجليكوليك أسد أو حمض الجليكوليك وده واضح جدا من اسم المجموعة جليكوليك برايت وطبعا زي ما احنا عارفين حمض الجليكوليك من أحماض الفواكه أو من مجموعة الألفا هيدروكسي أسد أو بنختصرها AHA الحمض ده هو أقوى واحد في أحماض الفواكه وأفعل واحد فيهم ليه؟ عشان حجم الجزائيات بتاعته صغير فامتصاصه داخل الجلد بيبقى أكتر وأعمق من أي حمض تاني في أحماض الفواكه وكلنا برضو عارفين إيه هي فوائد حمض الجليكوليك وأحماض الفواكه بشكل عام التأشير والتأشير طبعا من الحاجات المساعدة جدا على التفتيح وإزالة التصبغات ولكن تركيز حمض الجليكوليك كام زي ما هو واضح سواء على العبوة أو في التركيبة التفصيلية تركيز حمض الجليكوليك في السيرم واحد في المية فقط طبعا ده تركيز قليل جدا الحقيقة ولو كان السيرم بيعتمد فقط على حمض الجليكوليك بالتركيز القليل ده كنت قلتلك من البداية كده طنشيه خالص ده ولا هيبقى له أي لازمة لكن هو معاه في التركيبة مواد تانية مهمة ولو جينا نشوف التركيبة التفصيلية هنلاقي إن أول مادة فعالة ومهمة في ترتيب التركيبة هي مادة النيسينامايد اللي لسه متكلمين عنها قريب خالص في الفيديو اللي فات مباشرة وزي ما كنا وضحنا إن مادة النيسينامايد لها فوايد كتيرة جدا للبشرة من ضمنها إن هي كمان بتساعد على التفتيح أما تركيز النيسينامايد في السيرم هنا فأتوقع إن التركيز على حسب الترتيب هيكون في حدود 2-3% تقريبا وبييجي بعد النيسينامايد على طول في المواد الفعالة مادة الهايدروكسي إيثايل ببرازين إيثين سالفونيك أسد دي برضو تكلمنا عنها في الفيديو اللي فات كتير اللي هي مادة بتعمل تأشير إنزيمي لطيف فبتساعد هي كمان مع حمض الجلايكوليك وبعد كده بييجي حمض الجلايكوليك وبعد الجلايكوليك عندنا فيتامين سي في صورة 3-O إيثايل أسكوربيك أسد وبييجي كمان بعد كده حمض الساليسيلك وكمان حمض الهايالورونيك في صيغة صوديم هايولورينيت وبعدهم بتيجي مادة التفتيح المميزة واللي أنا بحبها جدا اللي هي الفينايل إيثايل ريزورسينول اللي زي ما كنا قلنا قبل كده هي من مواد التفتيح اللي فعلا فعالة وقوية دي يمكن هي أهم المواد الفعالة والمفيدة في تركيبة السيرم ده اللوريال جلايكوليك برايت سيرم ولكن الملاحظ أن التركيزات عموما هي صيح مواد حلوة جدا ولكن التركيزات عموما في كل المواد دي تركيزات قليلة من السلبيات اللي لازم نوضحها لحضراتكم في تركيبة السيرم ده إنه هو الحقيقة فيه كحول وكحول بتركيز يعتبر نوعا ما عالي ولكن جاي قبله مباشرة الجليسيرين والجليسيرين هيخفف شوية من الأثار الجانبية بتاعة الكحول ولكن برضو لو بشرتك حساسة لو حساسة قوي كمان لو مثلا بشرة فيها وردية بشرة فيها إجزمة بشرة حساسة قوي الحقيقة أكيد طبعا السيرم مش هيكون مناسب لها عشان وجود الكحول ده وبرضو موجود عطر موجود عطر في السيرم وموجود تقريبا في نص الترتيب بتاع التركيبة فهو يعني برضو تركيزه مش قليل أوي طبعا أنا بحب لو موجود عطر يكون في آخر التركيبة خالص لكن هنا هو جاي في نص الترتيب تقريبا فبرضو تركيزه ما هواش أقل حاجة طيب هي دي تركيبة السيرم تعالوا كده نشوف ونعمل مقارنة سريعة مع باقي المنتجات تعالوا نشوف أول حاجة كريم النهار كريم النهار التركيبة بتاعته تقريبا نفس الأساسيات ونفس المواد الفعالة الأساسية اللي قلناها في السيرم بس بالإضافة لكده معاه حماية من الشمس معاه فلاتر مضادة للشمس ولكن برضو الحماية هنا بصراحة ما هياش عالية خالص الحماية هنا SPF 17 وده طبعا رقم قليل ومش كافي أبدا اللي أنا أعتمد عليه كحماية من الشمس اللي أنا أستخدمه كده الصبح واخرق في الشمس وأنا متطمن خاصة طبعا زي ما أنتم عارفين الشمس عندنا شمس يعني صعبة وشمس حارقة فSPF 17 أكيد ده رقم حماية قليل حاجة كمان يعني نحب وضعها في كريم النهار ده الحقيقة أنه هو ما فيهوش نايس سينامايت يعني تركيبة كريم النهار ما فيهاش نايس سينامايت زي السيرم فبصراحة أنا حاسس أن كريم النهار ده ملوش لازمة قوي وعلى عكس كريم الليل بقى كريم الليل في نايس سينامايت زي ما حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي على الشاشة التركيبة التفصيلية لكريم الليل كريم الليل في نايس سينامايت ونيس سينامايت جاي بتركيز عالي وتركيز حلو وفي أول التركيبة خالص يعني ممكن تركيزه في كريم الليل يتراوح ما بين 3% ل 4% فوجود النيسيراميت في كريم الليل حاجة كويسة وزي ما هو موجود في السيرم لكن ما هواش موجود في كريم النهار فدي برضو حاجة مش حلوة في كريم النهار وطبعا برضو معانا في كريم الليل برضو أكيد باقي المواد الأساسية حمد الجليكوليك اللي تركيزه في كريم النهار وفي كريم الليل برضو ممكن يكون في حدود الواحد في المية زي السيرم او يمكن يبقى اقل شوية وطبعا برضو عندنا السوديوم هيلورينيت وعندنا برضو الفينايل ايثايل ريزورسينو المادة التفتيح اللي انا بحبها جدا وفيتامين سي وبرضو عندنا حمض السليسلك فباقي المواد الاساسية موجودة برضو سواء في كريم النهار او في كريم الليل اللي بيفرق ان كريم النهار ما فيهوش نايسينامايت بالنسبة للغسول الغسول الحقيقة تركيبته لطيفة جدا يعني لو جينا نبص كده على التركيبة التفصيلية هنلاقي ان المواد المنظفة او اللي احنا بنسميها سيرفاكتنس من الحاجات الخفيفة والجنتل ومفيش خالص اي نوع من انواع املاح السلفيتس فدي حاجة كويسة في الغسول ده وبرضو عندنا باقي المواد الاساسية زي حمض الجليكوليك موجود معنا وحمض السليسلك برضو موجود وفيتامين سي برضو موجود وفيه كمان خلاصات طبيعية اضافية موجودة في الغسول فالغسول حقيقة كويس وهيكون اضافة كويسة مع باقي المجموعة بس برضو العيد فيه يمكن زي ما حضراتكم ملاحظين ان العطر برضو موجود في الغسول ده وموجود برضو بتركيز ما هواش قليل للأسف في رأيي ان المجموعة دي ما هياش للحالات الصعبة ما هياش مثلا لحالات كلف مزمن او حالات تصبغات قديمة او حالات بقع واثار غمقى قوي لا بصراحة مش شايف ان المجموعة دي هتكون مناسبة للحالات الصعبة المجموعة دي للحالات البسيطة يعني مثلا اسمرار وعدم توحد في اللون مثلا نتيجة التعرض للشمس اه مجموعة زي دي هتكون حلوة بقع واثار لسه جديدة ما فاتش عليها وقت طويل اه برضو المجموعة دي هتكون حلوة هتكون حلوة لو انت عاوزة تعملي زي انارة كده لبشرتك وشوية تفتيح حلو لبشرتك كده فبرضو المجموعة دي هتكون مفيدة ومناسبة لكن تصبغات قديمة او كلف وحاجات زي كده لا بصراحة المجموعة مش هتكون كافية ليه؟ لان برغم ان المواد مواد حلوة يعني المواد اللي موجودة في التركيبات زي ما شفنا مع بعض كلها مواد حلوة سواء مواد التأشير مواد التفتيح كلها مواد جميلة جدا ولكن المشكلة في التركيزات التركيزات زي ما لاحظنا مع بعض تركيزات بصراحة قليلة وما هياش التركيزات اللي تديني فعالية اعتمد عليها في حالات صعبة فعشان كده هي اه التركيبات حلوة ولكن تركيزات قليلة فهتكون مفيدة اكتر للحالات البسيطة المجموعة مناسبة للبشرة العادية مناسبة للبشرة الجفة البشرة المختلطة اللي اقرب للجفة برضو هتكون مناسبة لها لكن البشرة الممكن تبقى ميالة اكتر للدهنية او بشرة دهنية قوي لا ما ظنش ان المجموعة دي هتبقى انسب حاجة لها بالنسبة للبشرة الحساسة لو بشرة حساسة وبس تمام مناسبة لكن لو بشرة حساسة قوي او فيها مشكلة زي ما قلنا وردية مثلا او اجزمة او حاجات زي كده لا طبعا مش هتكون انسب حاجة عشان نسب الكحول العالية وكمان برضو نسب العطور اللي اكيد مش قليلة بالنسبة للحوامل والمرضعات اثناء فترة الحمل ورضاعة يفضل عدم استخدام المجموعة دي عشان مادة الفنيل اثاري زورسينو البزات غير مناسبة للاستخدام اثناء الحمل والرضاعة زي ما قلتلكم انا انصحكم اللي احنا انطنش خالص كريم النهار كريم النهار الحقيقة ما بيقدم ليش اي فايدة اضافية لفيه حماية من الشمس عالية وحتى كمان يعني ما فيهوش كل المواد الاساسية مادة النيس نامايد مش موجودة فيه دي حاجة مهمة فانا انصحكم اللي احنا انطنش خالص كريم النهار وناخد من المجموعة الغسول والسيرم وكريم الليل طيب هنستخدمهم ازاي طبعا اول حاجة هننضف بشرتنا بالغسول وبعد كده هندهن السيرم ندهن على بشرتنا كلها طبعا مع ده منطقة مدار العين ممكن ندهن على البشرة كلها وعلى الرقبة كمان وبعد مثلا عشر دقائق ولا حاجة لما البشرة تمتص السيرم بشكل كامل ندهن كريم الليل وهنكرر الموضوع ده مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل لكن لو انتي كنتي هتخرج من البيت الصبح او هتتعرض للشمس طبعا بعد خطوة الكريم لازم نستخدم واقع من الشمس بعد خطوة الكريم مثلا بنص ساعة نستخدم واقع من الشمس وبعد كده نقدر نخرج ونتعرض للشمس وبس ده كان فيديو النهارده اللي شرحت لكم فيه بالتفصيل احدث مجموعات لوريال للتفتيح مجموعة اللوريال جليكوليك برايت اتمنى يكون الفيديو ده افاتكم وعجبكم لو كان عجبكم ما تنسوش تدونا لايك على قد ما تقدروا وتشاركوا الفيديو ده مع كل اصدقائكم واللي منكم لحد دلوقتي لسه مش مشتركة في القناة تشترك دلوقتي حالا وتفعل جرس التنبيهات عشان ما يفوتهاش اي فيديو من الفيديوهات الجاية باذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها ظهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله في امان الله